أما حسين الشحات فرغم التطور العظيم اللي حصل في مستوى من الموسم الماضي مع مرس الكورر ومستمر الموسم الحالي قرر هو يتعاقد مع الشركة لتطوير وتحليل أداءه في الموسم الجديد نفس الشركة اللي بيتعامل مع كريم فؤاد الشركة هتقوم بتحليل أداء حسين الشحات بعد كل مباراة وهتدرس الخصوم وهتبلغ اللاعب ببعض السفرات زي أي شركة تحليل أداء أنا بس أجبت الخبر ده مع حضرتكم النهاردة عشان أقول لك إن حسين الشحات مركز مش مكتفي بما وصل إليه من مستوى جيد في الفترة الماضية لا هو بيحاول يطور طول الوقت من نفسه وإلى يعرفك ويديك إشارة مهمة جدا إن حسين الشحات لما بيركز بيدي لو التركيز راح شوية الأمور بتعبط بس هو الوقت واضح إن هو في البيك في أعلى مستوى من التركيز لدرجة إنه كمان رايح يتعاقد مع الشركة لتحليل الأداء وتطوير الأداء عشان يطور كمان من مستوى وإمكانياته الفترة اللي جاي برافو برافو حسين الشحات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عشان تحفز لعبة النادي الأهلي وضعت لائحة خاصة بمكافئات بطولة الدولة الأفريقية هيتم عرضها على مارسل كولر الموديل الفني للفريق اللائحة ستضمن حصول كولر وجهازه المعاون على لاتب شهرين حال الفوز باللقب وكمان لعب الفريق هيخدوا مكافئات ضعف ضعف المكافئات اللي بياخدوها في حالة التطويق بلقب دوري أبطال أفريقيا طبعا الجوائز المالية للدور الأفريقية أكبر كمان من جوائز دوري أبطال أفريقيا دعا المستوى الأندية عن المشاركة في هذه البطولة عشان كده النادي الأهلي بيفكر بهذه الطريقة الأهلي بكرا ان شاء الله الأربعاء في التسعة مساء المباركة في السبع مساء بقت تسعة مساء مواجهة الأهلي وإمبي في نصف نهائي كأس مصر قائمة النادي الأهلي لهذه المواجهة هيبقى فيها محمد الشناء ومصطفى شبير ومصطفى مخلوف في حراسة المرمى في خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنع وكريم الدبيس وأكرم توفيق وعلي معلول وفي الوسط أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد ضو كريستو ومروان عطية وإمام عشور وأحمد عبدالقادر وقاليو دينج ومحمد مجدي أفشا وبرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طائر وفي لجوم مودست متواجد مع محمود كهربا دي قائمة النادي الأهلي لمواجهة أمبي المواجهة هتبعى حلو على فكر ستهونش بأمبي عشان أمبي مع كابتر المصطفى فاليقى تكتيك محترم جدا والأهلي طبعا أهلي يعني مش محتاج أقولك الأهلي هيعمل مباراة كبيرة يعني خلونا نشوف أكيد هتبعى مباراة ممتعة إن شاء الله في نصف نهائي كأس مصر الأهلي لو كسب النصف النهائي البطولة هيوصل للنهائي ويواجه الفائز من الزمالك وبارامدز أمبي لو فاز بالمباراة فهيكسب حاجتين إنه يوصل لنهائي كأس مصر ويضمن المشاركة في بطولة كأس السوبة السوبير الأبطال في الإمارات بمشاركة ثلاث فرق أخرى هم الأهلي وبارامدز والسلامية كلباتر ده لو أمبي كسب بكرة